بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي طلبة وطالبات التعليم الفني التعليم الفني الصناعي ممزومة الجدرات النهاردة هنتكلم عن تخصص أعمال نجارة العمارة للصف الثاني وهنتكلم عن الوحدة اللي بتتكلم عن تاكسية أول حاجة أول وحدة بقى في الترمي الثاني بإذن الله لسنة تانية منظومة الجدرات نجارة العمارة بتتكلم عن تاكسية الجدران تاكسية الجدران أو تجليد الجدران يعني إيه تاكسية؟ يعني مثلاً لما باباك بيشتري لك أميص أو بانطلون أو أنت بتشتري من شغلك أميص وبانطلون يبقى أنت كده بتكسي نفسك بتسطر نفسك خلاص؟ يبقى دي كسوة حتى كانوا بيقولوا زمان فيه كسوة الصيف وفيه كسوة الشتاء يبقى كلمة تاكسية جاية من إيه؟ من كسوة مثلاً وليكن يقولك كسوة الكعبة المشرفة مثلاً كسوة الكعبة كانت بتعمل هنا في المحلة بتتصنع كسوة الكعبة دي مصنوعة من إيه؟ مصنوعة من الصوف مصنوعة من الحرير مصنوعة من المشغولة المهم إن هي حاجة وماش تداري عظم أو تداري بناء الكعبة بحيث أن هي تدي له الرونك والجمال يعني مش تداريه بس لا ده هي هداريه وهتعمله رونك وجمال زي ما أنت بتلبس مثلاً لبس كويس أمس كويس جاكت أو بانطلون المهم إن أنت بتطلع بمنظر كويس يقدر يطلعك بين الناس جميل تمام؟ تمام فالنهار ده برضو قالوا إن نجارة العمارة مش مقتصرة على الباب والشباك ده مقتصرة ده لها مناحي كتير قوي ومنافذ كتير قوي كل ما يخص نجارة العمارة في داخل إشاءة أو المكان السكني أو داخل المكاتب والعمارات والحاجات دي كلها لازم نشتغل فيها نجارة العمارة من ضمنها يعني مثلاً إنت في شاقتك قلت إيه بننا الجدران وركبنا نجارة الأبواب والشبابيك وجبنا الرجل بتاع الكهرباء عمل مكان الخراطيم وجبنا السباك عشان يعمل مش عارف بعد كده بدأ يبلط ويمحر الأول بعد كده المهم من أنت بتعمل أعمال فنية سواء في مجال التشتباط أو في مجال البلاط والحاجات دي كلها طيب ما في ناس تانية بتفكر تفكير تاني خالص وقولك لا ده أنا عايز المكان اللي أنا قاعد فيه يكون زقه حلو وجميل ومريح ويعزلني عن المكان الخارجي أو اللي جنبي يعني لو في حطة جنبي بينه بين جاري مثلاً جدار مبني على نص طوبة لو حد دق هناك بسمعه لو حد خبط هناك بسمعه أو هو بسمعني تفيد بيها أن هي ممكن تعزل الصوت والضجيج أو تقلل الضجيج طيب إيه هي دي بقى؟ قال لحاجة اسمها تكسية الجدران طب تكسية الجدران دي أنا شفتها قبل كده؟ آه شفناها كتير أنا شفتها مثلاً في قاية محكمة وأنا كنت رايح كمدرس كنت رايح بتكليف أن أنا أروح أصين حاجة كراسي ومكاتب وحاجات هناك ما هدو يتخصصنا الترابيزات والكراسي والتخط وكل حاجة تخص من جارة العمار ما عدا السرير والدلاب والكومدين والحاجات اللي أنت والتسريحة والكلام من جارة الأساس طيب أنا بشتغل ليه؟ فشفت بشتغل هناك فشفت معمول حد معين لحد معين كده تجليد خشبي وبعد كده محارة ودهان وشفت في شوقات تانية كل الحيطة كل الحيطة مدهونة ومعمول فيها خط كده لون غامق تحت برضو بالدهان وشفت في شوقات تالتة أو في شوقات أو في أماكن أخرى الحيطة مدهونة وفي معمول بدل الدهان اللي تحت ده لح خشب محلي من فوق ماشي ماشي مع عرض القوضة من داخل القوضة دير الدير كده مع ده الحيطة اللي فيها الباب عشان تقدر تطلع وتدخل تمام؟ ما تكعب لك شيعة طيب الحاجة دي اسمها ايه؟ لأ ده أنا شفت كمان لحد جلست الشباك لحد ما نوقف كده الشباك تحت هو والشباك اهو اللي عند المستوى اللي تحت ده شفت كمان حد عامل تجليد خشبي أو عامل تكسية خشبية هنا طب دي اسمها ايه؟ واللي أنا قلتها اللي هي اللي تحت دي اسمها ايه؟ وشفت كمان حاجات تانية أنا نشوف كل الحاجات دي بالصور عشان نتقرب المفاهيم شوي شفت كمان واحد جاي بالحطة كاملة البدنة كاملة تجليد خشبي طب ده اسمه تجليد اللي هو اللي حتة اللوح اللي معمول تحت ده واللي معمول غاية اه اه ارتفاع الشباك اللي هو ارتفاع تقريبا مية وعشرين سنطي ما يزيدش عن مية وعشرين سنطي ده برضو اسمه تجليد واللي معمول كامل او فيما لا يقل عن ارتفاع بر المعبرة من فوق بتاع الشباك او لغاية السقف ده اسمه تجليد ده اللي احنا موضوع النهاردة موضوع شيق وموضوع ممتع عايزك بس ايه تفتح مخك معايا انا عارف ان انت متميز هتفهم اللي انا هقوله من لقطة واحد طيب نرجع مع بعض كده ونبص كده مع بعض نشوف الوحدة بتتكلم عن ايه بعد ما عملنا وحدة الابواب والشبابيك هنعمل وحدة ايه النهاردة عنوان الوحدة تنفيذ وتركيب اعمال التاكسيات الخشبية للحوائط والصيانط سنة تانية ايه التاني طيب اعمال التاكسيات الخشبية للحوائط اللي قلنا عليها التاكسيات اسمها ايه تجليد تجليد اه انت فاكر زمان لما انت كنت بتشتير او زي وانت طالب دلوقت ممكن تشتري كتاب او تشتري ملخص والجلدة بتاعته تخاف عليها عشان ما يتقطعش وما يتفسخش والكلام من ان ده تقوم تروح تقول بتاع المكتبة ايه والنبي جلده لي تقوم تجلده بخامة صلبة شوية ومتمسكة على اساس تسند مع الجلدة ما تتقطعش ما تتبهدلش ما تبصش يضيع لك الكتاب او معالم الكتاب تمام فيوم يعمله ويدبسه كمان تمام عشان ايه التجليد ده او الجلد ده يمسك مع عظم الباب ده اللي هنعمله برضو بالنسبة للحيطة انا عند الحيطة مبنية والجدار لسه على الطبلة احمر او عند الحيطة مبنية وانا محرتها بسنة تخشين تمام الناس بقى بتوع البياض سواء دي او دي انا عايز اشتغل وعايز اعمل حاجة مفيدة ده فيه ناس كمان بس طبعا الناحية المادية هي اللي بتتحكم فيه الموضوع فيه ناس بتعمل ارضيات خشب زي اللي انا قاعد عليها دلوقتي فيه ارضية خشب تحت مني انواع الارضيات دي هندرسها برضو باذن الله هندرس الارضيات باذن الله خلاص فيبقى التكلفة ومعيار المادي هو اللي بيحتم عليك ان انت هتعمل ايه يعني انت تقصد ان الحاجة دي ممكن تكون مكلفة اه مكلفة بس لها مميزات مميزاتها كترة جدا وحلوة خالص ده هي لو الجو حر برا هتعزل عنك الحرارة لان الطوب من سطوع الشمس عليه بسخن فيقوم الخشب ده حنين ما حاجة من الطبيعة صنع ربنا فيقوم ايه يبقى حنين عليك لطفلك جو القود تمام مش هينقل الحرارة اللي برا ليك داخل القود برضو في الظروف البرد اللي احنا فيه مثلا دلوقتي احنا في شهر يناير او في نهاية شهر يناير برضو نفس الحكاية انت البرد اللي برا بيلمس الطوب يقوم الطوب يوصل الطوب ايه هو عليه ان هو يوصل حرارة او برود فيقوم الخشب يعزلك عن البرود اللي بار يبقى ميديلك تكييف مركزي الصيف والشتة لو انت عملت اللي احنا هنقول عليه اللي هو تكسيت الجدراء الجدر مبني تمام ما هوش معمول خشب بس انا عايز احليه بكسوة او اجلده بحاجة تكون من ناحية الجمالية صح ومن الزوء الرفيع تمام التمام ومن حيس المتنى والقوة ما تقعش يبقى معايير سبتة طيب لو بصنا بقى عن التجليد ده نقول التجليد بقى ايه عبارة عن التكسيات الخشبية اللي بتغطي ايه الجدران فتكسبها ايه رونقا وجمالا يعني بتزيدها مميزاتها ايه في الزوء والجمال طيب انواع التجليد تلت انواع حطوهم في اعتبارنا كده لو قلنا انواع التجليد اهو تلت انواع دايما الرقم تلتة ده هتلاقي ماشي معك كتير اوي في اه نجارة العمار طيب يبقى تلت انواع اول حاجة اسمه القدمة او السفن القدمة جاية من الادم طيب الادم ده طوله كام يعني انت لو استكفت رجلك مثلا تلاقيها في حدود كام متوسطها كام من ثلاثين لخمسة وتلاثين سنط يبقى ما تزيدش ارتفاعها عن الخمسة وتلاثين ايه سنط او بمعنى اصح تكون ماشية تكون ماشية مع كعب البر اللي تحت او مع عرض الراس السفلة لباب المكان اللي انت بتعمل فيه تجليد شوف الباب شوف ارتفاع الراس السفلة للباب اللي تحت ايه هقول لك الكلام ده بالرسم دلوقت وهتشوفه الوقت فاكر الحتة اللي انا قلت لك اللي هي واخدة لو انت مدي مثلا سنة سنة بيج خفيف مثلا في الحيطة ومدي سنة بني تحت بعرض مساوي لارتفاع الراس السفلة اهي دية الادم او السفلة بس دي معمولة ايه دهان خلاص انا عايز الوقت اعملها ايه اعملها خشب طب الخشب فيديته ايه فيديته حماية هيحملك الحيطة لو انت نصب تسرير او حطيت كنبة او حطيت كرسي او حطيت اي حاجة ما يحفش في ارضية او جنب الحيطة يقوم يعمل تاكل ويشيل الدهانات ويبوز المنظر العام لو انت اشتلت الكرسي من مكانه هيباني العيوب فافكر كمان فكرة تانية اجعل ارتفاع مسند الظهر وقام عامل كمان حتة بعرض في حدود سبعة سنطي ان هي تسند ضهر الكرسي او المكتب او الترابيز او الحاجة اللي انت هتسندها على الحيطة تقوم تحشها بعيد عن الحيطة المدهونة فتعزلها فعشان ما تخربشش وما تبوزش الدهانات وتوصل كمان ان هي تاكل المحارة نفسها من كتر الاحتكاك ده النجارة دي اهمية كبيرة ومميزات حلوة اوي اه كتير بس انا عايزك بس تركز معي في موضوع التكسير اللي بنقول عليه الجلاد او التجليد اللي انا هجلت بوه ايه الحيطة مش هجلت بوه الكتاب بقى هسميه تجليد هجلت بوه ايه الحيطة السابتة اللي عند دي يبقى الحيطة اللي تحت اللي مزادش ارتفاعها عن 35 سنتي او مساوية لارتفاع الراس يعني ممكن تكون اقل تبقى 20 اه ممكن تبقى 22 23 24 25 لحد اقصى ارتفاع لها ايه 35 سنتي تمام تمام طيب بعد كده افرض ان ارتفعت كمان لحد معبرة الشباك اللي هي الجلسة الشباك مش المعبرة اللي فوق الجلسة اللي تحت باس الحل بتاعت الشباك اللي تحت اللي انت ايه صدرك بقى مساوي لها انت بتبص منه مسا خلاص التجليد ده له اسم تاني اه له اسم تاني يبقى ما يزيدش ارتفاع الادمة او السفل عن كام عن 35 خليك فاك طب هنا بقى نسمي الارتفاع اللي هو اللي عند السدر ده اللي هو ارتفاعه 120 سنتي ما يزيدش عن 120 سنتي اللي هو مساوي لراس الحل اللي تحت او جلسة الحل بقولك ايه 120 سنتي بتكون بارتفاع جلسة الشباك لساتر جزء من الحل ما يزيدش عن ارتفاع كام 120 سنتي او يكون مساوي برافو ليه جلسة الشباك طب ما الله وانا وصلت بالتجليد للسقف او لعند فوق الباكيتة اللي انا بسمي بركبها على الببان والشابيك تدري الفواصل بين الحيطة وعظم الحل اسمها ايه بار برافو اسمها ايه البر حلية البر دي المفروض اللي هي المعبرة بتاعة البر يكون اخر التجليد مساوي ايه لحفة المعبرة بتاعة البر او ممكن يزيد عنها شوية وحط برضو فوق البر القطع الصغيرة اللي هي تكمل لي شكل التجليد طب لنبص هنا لو رسمنا الشكل مسلا نعتبر ان دي اه قطع فوقوضة اهو هرسمه قدامي ده مسلا اهو ويه بالمسلسات بقى المسلس التلاتين ستين وعملت تقريبا منظورة هوت انا رسمه مسبق عشان اه اه ما ناخدش وقت طبعا في التنفيذ والاعداد اهو هرسم عبارة عن جزء فيه اوضا مبين فيها ايه جدارين جدار فيه شباك وممكن اعمل في الجدار التاني كمان ايه باب بس انا عشان اوضح لك الفرق بين الادم والسفل ويه الادم هي السفل ويه كمان الوزراء ويه كمان التجليد ويه كمان التجليد الكامل مثلا ده الشباك اهوة اهو وليكن ده الحلق بتاعه انه من الوقت في الحلق دي الحلق بس عشان ايه اكمل شغلي بسرعة عشان الوقت الحلقة ما يخلصش وعلى اساس المعلومة توصل بسهول كده انا عملت اهو دي تقريبا الاوضا وده هيبقى هنا مثلا البلاط بتاعي لو انا عملت البلاط مثلا اهو يعني تقريبا لو انا عملت الارتفاع اللي هو ما يزيدش عن خمسة وتلاتين سنط او يساوي الراس ارتفاع الراس السفلة ليه الباب بتاع الاوضا اللي عندي يبقى دي اسمها ايه برافو اسمها قدمة او سفلة عشان هي تحت خلاص يبقى اعملها برضو الناحية التانية اهو طب دي بتبقى ايه معمولة ايه معمولة ومحلية من فوق قطعة خشب بعرض يساوي عرض الراس اهو لو انا قلت مثلا دي تهشير بتاع الخشب اهو يبقى دي اسمها قدمة او ايه او سفلة طب افرض ان انا لسه ما عملتش القدمة او السفلة دي قبل ما اعمل ايه الوزرة هعمل الوزرة الاول بعد كده هحط له القدمة والسفلة تحت تحميها برضو يبقى لغاية فين برافو لغاية اخر حد في حد الشباكة نهاية الخط بتاع الشباكة هو من تحت خلاص يبقى انا هنا هعمل لي حاجة اسمها ايه الوزرة او السف عملت بقى خشب طولي مثلا اهو خشب طولي محلي وليكن يعني جنب بعضه رصيته جنب بعضه اهو دي الشكل الخارجي بس اللي تحت الخشب ايه هنتكلم ونقول دي حطينا تحته ايه تمام اهوت او اي شكل بقى يناسب لك تقدر تلعب بالعدة وتشتغل بيها وتتفنن وتعمل اشكال وتصميمات هيلة تقدر اه تنافس بها الصناعيات تانيين وتقدر تكسب منها فلوس كتير وكل الزباين تطلبك وهتبقى طبعا متميز في شغلك شباك من تحت يبقى من هنا والغاية منسوب اسفل مع جلسة الحل يبقى دا ما يزيدش عن كام مية وعشرين ايه صنط انما الادمة او السفلة ما تزيدش عن كام لا تزيد عن كام عن خمسة وثلاثين تبقى تلاثين تبقى خمسة وعشرين زي ما تبقى المهم ان هي ما تبقى مساوية الكعب البر او ارتفاع الرأس السفلة للباب او ما تزيدش عن خمسة وثلاثين دي المعايير اللي احنا نشتغل عليه بنحط عليها الاساس على اساس ان ما يجيء اعمل المؤيسة يبقى انا هعارف انا هشتغل ازاي انا خدت مأساتها عالطبيعة ان جرى رجبة الباب والشباك رجبه فانا باخد مأساتي على الوزنة بتاعتي طيب ايه الحطة اتمحرت الحطة ترتشت وممكن تكون اتمحرت او ممكن ما تكونش اتمحرت طيب في الحالة دا اعمل ايه وفي الحالة دا اعمل ايه هنقول برضو كل الكلام دا دلوع لو انا وصلت بقى الخط دا الفوق اعتبر ان هو خط واحد بس انا بلون لك اهو عساس ان انت تبقى عارف ان الاتجاه بيختلف كتير اهو لو انا خدت الخط دا الفوق الخطوط دي الفوق اللي هو التجليد حطيت بكتات جنب بعضها او خشب محلة هوت جنب بعضه بتخانة معينة بعرض معين والحليات والكلام دا كله اهيه وعملت الخطوط دي كلها هي للسقف مثلا او لحتى لنهاية الخط بتاع البر سواء معبرت البر من فوق او وصلت حتى لنهاية السقف من فوق يبقى دا اسمه ايه تجليد كامل هنا جلدت يبقى يبقى فيه فرق بين الادمة اللي هي اسمها السفل اللي ارتفاعها ما يزيدش عن خمسة وتلاتين او تبقى مساوية لكعب البر او او ارتفاع الراس السفل في حاجة تانية لو ارتفاع زاد عندي لغاية جلسة الشباكة التحتانية يبقى دا اسمه ايه القدمة معبرت البر اللي فوق انتفقنا على المعايير دي طيب نشوف بقى التجليد الكامل اللي هو اسمه التاكسية وهم ايه جزئين في حالة التجليد الكامل لانا عملت هنا الحتة اللي اسمها وزرة اللي هي ارتفاعها كان مية وعشرين سنط برافو لو انا عايز اكمل التجليد الكامل هعمل في النص هنا اهو بينهم مع بعض حاجة اسمها ايه كوبستا كوبستا دي حتة خشب محلية بتاخنة معينة بتديلي شكل جمالي ويكون ايه ومنها برضو ان هي هتحميلي الحيطة او تحميلي الخشب من الاحتكاكات والكراسي والترابيزات والحاجات اللي انا ايه بعملها تمام يبقى انا عملت هنا حاجة اسمها ايه كوبستا قطعة خشب محلية بتشكلها بتشكيل معين جاريت يكون الشكل واضح تمام وبعد كده بابدأ اركب الواح التجليد اللي هي الكامل يبقى هنا اقل ارتفاع للتجليد ما يقلش عن كام مترين يبقى التجليد الكامل ده ما يقلش عن ارتفاع مترين من اين من الارضية من الارضية هنا لغاية فين اخر ارتفاع للتجليد عشرين طب الوزراء ممكن ارتفاع عن خمسة وتلاتين سنط برافو عالتفاعل وان شايفكم ايه وان شايفكم ايه معايا كده متفاعلين وتمام خلوكم معايا مركزين عشان نفهم ونشوف الموضوع ده ايه بالزبط طيب هو الوقتي تجليد الحوائط ده له مميزات اه طبعا احنا قلنا كل حاجة لها مميزات ولها عيوب بس دايما الحاجة اللي مميزاتها اكبر من عيوبها بنستخدمها الاستخدام الامثل عشان نستفيد بها اكبر استفادة طيب يبقى اول ميزة لتكسيط الحوائط لو بصنا هنا نشوف اول ميزة ايه اكساب المبنى او الغرف او الصالة او اي مكان اكساب المبنى المنظر الجمالي والفخامة وكمان تعزل ايه الحرارة والبرودة زي ما قلتلك الطب بينقل الحر من برة ليك في القوضة وبينقل البرد في ظروف الشتاء ليك في القوضة تمام بس العيوب مكلفة جدا مكلفة نسبيا بالنسبة لارتفاع سعر الخماد طيب وكمان بتحتاج لصيانة دورية وحرص في التعامل حرص في التعامل مع ايه التجليل ما هاني بقى موعدش اخبط يعني واحد مثلا ماسك شاكوش واحد ماسك حاجة يقعد ايه لا ما نقعدش نخبط ونبوز فيه التجليد اللي احنا عملناه لانه مكلف طيب يبقى انا قبل ادراس الوحدة دي لازم يكون ملم بيه وجاهز للتنفيذ وحدة السلامة والصحة المهنية وكون مجاهز وملم بالخامات والعروض بتاعتها والقطعات بتاعتها اللي انا هشتريها من خلالها والاسعار كمان وكمان هكون مجاهز المكان والمعدات اللي عندي والعدد والادوات اليدوية اللي انا هنفذ بيهم التمرين طيب هنشوف بقى بعض التصميمات كده وانتو اللي هتحكموا ان كان دي وزرة ولا ادم ولا سفل ولا تجليد كام دي حتى ارتفاع ايه ارتفاع جلسة الشباك نقول عليها كام نقول عليها اسم ايه نقول عليها وزرة لان ارتفاعها ايه صح مزادش عن مئة وعشرين سنطي ومزادش عن ارتفاع الحفة السفلية لجلسة الشباك تمام منشوفها في اماكن كتير في انا شفتها في قاعد كلية الحقوق شفتها في المحكمة شفتها في بعض المساجد حاجات كده يعني تمام طيب ده اسمه تجليد ايه تجليد كامل شوف الشباكة عنده الشباكة عنده بدل التجليد ارتفع عن الشباك او عن البرور اللي انت عاملها يبقى اسمه تجليد ايه كامل شوف الشكل الجمالي بتاعه واخد تنسيق وميزة وشكل جمال وحاجة محترمة تقدر تنفس بيها الاشكال اللي ما تقدرش اصلا تنفس التصميم ده لو انت يبرس سامع عشان يرسم لك الرسومات دي بس برضو مش هتبقى فيها نحية البروز والحلاية والحاجات اللي انت عاملها برضو ده كامل اهوة يبقى ده تجليد كامل يبقى تجليد وواصل لفوق برضو نفس الحكاية هي تجليد الجدران بالاخشابة هي لقى ده لغاية السقف يبقى تجليد ايه كامل برضو ده نفس الحكاية تجليد كامل خلاص انما كل تجليد كامل ما بيستغناش عن ايه عن الوزراء او السفل خلي بالك الادم او السفل وكل وزراء ما تستغناش عن الادم او السفل وكل تجليد كامل ما يستغناش عن الادم او السفل وحتى لو عملت دهنات ما تستغناش عن الادمة والسفل اللي هما ايه الخشب ده فيه ناس بتعملها غامق كده بالدهان وشكله خلاص هو بيكبر دماغه بس ما يعرفش ان حتة الخشب اللي هتكلفه النهاردة حاجة بسيطة هتحميه حماية كبيرة فيما هو قات في الاعمار اللي جاية وفي الاجيال اللي جاية وهي هتساعد على حسن وجمال الحيطة اللي انت دهنتها وكلفتها مش هتخسر معاك لانت كل حاجة ممكن ترد في الحيطة هترد فين برابا هترد فيه الادمة والسفل يبقى هتحمي لك الحيطة من الخدوش والاحتكاك يبقى احمد لك الحيطة واحمد لك الدهنات واحمد لك المحارة واحمد لك كل حاجة تمام تمام طب معايير الاداء اللي هنفذ من خلالها تكسية الحوائط هنتبع عدة معايير طبعا احنا اتفقنا من اول مرة ان انت تكون ملم بكل قواعد السلامة والصحة المهنية ليه؟ لان قلت لك الف مرة ما حدش هينفع ليه؟ انت النهاردة شاري قميص جديد وبنطلون حلو شيء اللبس ده كلفك مبلغ لو رحت النهاردة القسم واشتغلت في النجارة مصمر نتش القميص او نتش البنطلون او اتعكيد شحمة او زيت من الماكينات اللي انت شغال عليها او الغرة اللي انت بتستخدمها في لصق الالواح مثلا او في التقميص بوص انت الطائم اللي انت اشتريته مش هتقدر تروح باماكن تانية خلاص لان ما خلاص انت عملت له انتهاء صلاحي بقع بوص مش هيطلع بالغسيل كل الحاجات دي وردة تمام؟ حاجة تانية احنا قلنا عشان تبقى جدير او عشان تبقى نجار شاطر ما يكفيكش ان انت يكون عندك العدد والالات بس وكمان الخمات يعني اللي اتنين اهم معاك لازم تكون عندك المهارة والجدارة بس انت لازم يكون يعني انت ينفع عندك يكون عندك خامة بس وتعمل منها مصنوعات؟ لا يبقى ينفع عندك عدة بس وانت مشتريتش خمات وتطلع مصنوعات؟ لا يبقى لازم اللي اتنين مجتمعين وانت عندنا في منظومة الجدارات هتتعلم المهارات اللي هتساعدك مع المعارف عشان تبقى جدير في المهنة يبقى ثلاث حاجات خمات ومعدات ومهارات يطلعوك جدير في مهنة النجار يطلعوك نجار شاطر طيب انا هجهز الخمات بنانة على ايه؟ على راس انا هشتغل ايه الاول انا مطلوب مني ايه؟ مطلوب اعمل وزراء الوزراء دي ارتفاع الرأس السفلة كام؟ او ارتفاع كعب البر المتسبت كام؟ لو اللوح عرضه مكفاش خمسة وفيه اللوح عرضه خمسة وتلاتين سنتي؟ لا مفيش لوح عرضه خمسة وتلاتين سنتي؟ ممكن اجيب لحين سبعتاشر ونص واكملهم مع بعض بطرق اللحام طبعا اللحام الواحل الحشوات اللي احنا خدناها سنة اولى نقدر نلم اللحين مع بعض يبقى لوح واحد بيديني عرض اكبر سبعتاشر ونص وسبعتاشر ونص ده بعد المسح والتصفية بقى بقى سبعتاشر واثنين من عشرة تقريبا وده برضو نفس الحكاية اجمعهم مع بعض يديني ايه؟ اربعة وتلاتين سنتي او اربعة وتلاتين سنتي ونص ان انا اكمل بيهم القطاع اللي يديه تمام؟ واخلي الحرف اللي تحت غشيم واخلي الحرف اللي فوق محلي طيب لو انا خليت الحرف اللي تحت غشيم وانا هسبت على ارضية خشب ده فالغشيم ده لو انا هسبت على بلاط او على سقف خرصان طيب لو انا هسبت على ارضية خشب بصنع بصنع مجرى في الارضية الخشب او اصنع ذكر في الارضية الخشب بطول اللوح واعمل مفحر في اللوح يعني اما اعمل في دي ذكر اما اعمل في دي انسة واجمعهم مع بعض بحيث انها تكون تجميعة تعشيئة متماسكة وكمان مسنودة على الحيطة ومتسبتة في الحيط طرق التثبيت بالنسبة للادمة اللي يسميها السفل او بالنسبة للوزراء او بالنسبة للتجليد الكامل برضو هنقول كل حاجة في مكان وهننفذ الحاجات دي قدامكم قدر الامكان على الطبيعة عشان المعلومة والمهارة كمان يوصلوا مع بعض يبقى احنا جهزنا الخامات بناء على رسم مسبق يبقى انا هنفذ ايه هنفذ وزراء الوزراء محتاجة ايه محتاجة كذا 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 ارتفاع الوزراء كام ما يقلش عن مية وعشرية طب مطلوب طول القوضة طول الحيطة من هنا وطول الحيطة من هنا واجمع واشوف يعني محتاج كمية خشب ايه ومقاس ايه وقطاع ايه وكل الحاجات دي هات مطلوبة وانا هحط تحت الخشب اللي برة خشب جوة اللي هو تحليقة برضو هسبتها في الحيطة طب التحليقة ده هتبقى اقطاعها ايه طب التعاشق اللي هتمسكها هتبقى تعاشق ايه كل الحاجات ديت معايير تنفيذ ومعايير اداء لازم استخدمها واستغلها في العملات الصناعية اللي هطلع من خلالها منتج جيد لا ده ممتاز رونق وجمال عالي الوان ودكورات هيلة كل الحاجات ديت لازم ارعي يبقى اول حاجة بعد ما عملت المؤيسة وعرفت انا هعمل ايه طبعا الاخشاب اللي عملت الصناعية اللي احنا عارفين هنمسح بقى ونصف الخشب نمسح وشه وحرف على الربو وبعد كده نصف على التخانة بعد كده هنعلم الاخشاب نشوف دي اللي انهو الرأسي وانهو الافقي وانهي المدادات الوسطى والروس الوسطى اللي انا هحطها والتعاشق اللي انا هستخدم ايه تعاشق اه مثلا خدش نص على نصف الحرف ولا هستخدم تعاشق خدش نص على نصف اللي هي الحرف تي اللي هي تبقى في الوسط من ناحية ووسط من ناحية وانت ماشي وحرف من ناحية وهكذا كل التعاشق ديت هستخدمها بحيث ان انا اعمل اطار كامل اسبته في الحيطة على اساس ان انا اقدر اسمر فيه الالواح اللي هي المحلية او ان كان تجليد خشبي اقدر اسبته على الهيكل او التحليق اللي انا عملتها وسبتتها في الحيطة وقولك طريقة التثبيت ازاي بعد كده هصمر كل الاشكال الجميلة او الحالية الجميلة اللي هي تعمل لتجليد خشبي او تجليد قبل كاش او تجليد بالالواح الصناعية هسبته ازاي على التحليق دي تمام تمام طيب بعد كده بنخدش ونعمل التعشيب بتاعتنا زي ما اتفقنا بعد ما علمناها وكتبنا وحددنا اماكنها بالضبط وعرفنا دي هتبقى تعشية ايه ودي تعشية ايه وفرغنا ونقرنا وعملنا ولسنا وعملنا وكل حاج خلاص وشرحنا وخدشنا بعد كده هنجمع التحليقة دي ونسبتها في الحيطة بايه مصمر فشر يعني انا هستخدم شنيور دقاء على اساس ان انا هعمل ايه هعمل بايه هستخدم شنيور دقاء على اساس ان انا هسبت التحليقة بتاعتي في الحيطة طبعا بخرم بالشنيور الدقاء ببنطة مناسبة للمصمر اللي انا هسبت به وكمان يكون المصمر مشتخين عشان يبقى مناسب مناسب لايه مناسب للعظم اللي انا هعمله المدفون ده اللي هو في التحليقة اللي هو يبقى تحت الالواح الصناعية او الواح التجليل لازم يكون مناسب كل حاجة تكون مناسبة للتانية على اساس ما يفلقشي خلاص تمام بعد كده هجمع واسبت حسب اصول الصناعة وبعد كده هعمل اعمال الصيانة اللازمة والعمليات التشطيب والمطلوب مني ده طبعا بعض الطلبة في المدرس العادية زميلكم طبعا شغالين اهمة بيديهم ومع مراعاة برضو المدرسين بيتابعوهم من بعيد على اساس ان هو بيتابع الطالب عشان يعتمد على نفسه اكتر واكتر او ده طالب اهوت ويزميله برضو واخد باله منه بحيث ان هو يخلي باله منه برضو لو اخطأ ولا حاجة والمدرس كل ده تحت اشراف السادة المدرسين معكم نخبة متميزة من السادة المدرسين في منظومة الجدارات وفي المدارس الصناعية العدد طبعا اتفاقنا ان انت لازم يكون عندك العدة وعندك الخامة اللي انت هتصنع بيها ماينفعش ان انت هتقيس بايه لازم تقيس بالمتر وتعلم بالزاوية والشنكر اللي هتحدد به التخنات بتاعة الالسن او التفريغ والحاجات اللي انت هتعزها والدق ماء اللي انت هتدق بيه خشب على خشب على اساس مايفلاش او مايكسرش وبعد كده عدد ادوات النشر والقطع وفارة التشريب وطبعا لو احتاج تفارق كستيل عشان تعمل لو عايز تعمل مثلا تعشية غنفار بيدين نص على نص مثلا وعايز تعمل ازميل اهوت عشان تفرغ وعايز تنقر بمقار وعايز طبعا الالم الرصاص ده برضو واحد زميل كهوت بيبدأ عشان بعد معلم ماسك السحقة وبيفرغ مكان في القائم الرأس اللي لقطعه بيفرغ مكان التعشية على اساس ان هو بيجهز كل حاجته الاول في التفرغات والتعشيء الاول ويجمعها مع بعضها برة قبل ما يسبت على الحائط بعد كده هيسبت على الحائط وبالمصمار الفشر بعد ما يجمعت الهيكل العام للتحليقة اللي هتتسبت في الحيطة اللي بناء عليها هنقدر نصمر ما ما ينفعش تصمر الالواع على طول في الحائط هتصمرها بايه وازاي ومش هتمسك اصلا ده برضو هو توحي تزميلكو ماسك الازميل بيفرغ في مكان الخدش اللي هو حدده وطبعا زميلكو هو شايل الخامات بعد التفصيل فصلوا على المنشار وجهزوا عمل كل ده زميلكو طبعا انتو هتبقوا زيهم او احسن كمان منهم عساس ان انتو منظومة الجدارات وهتكونوا جادرين في المهنة مهنة نجارة العمار طيب هو تكسيت الحوائط تكسيت الحوائط دي محتاجة ايه محتاجة هيكل يتحط تحت احنا قلنا هوا لو بصينا على الورق قدامنا احنا قلنا سبتنا الالواح المحلية وبعد كده سبتنا الادمة او السيفل وبصينا هنا تحت هوا على الورق قدامنا بعمل حاجة تحت ده عشان هصمر دقما هصمر دي اللوح ده هيصمر هصمر الالواح دي بص معايا كده على الورق هصمر الالواح دي اهو زي ما بنشاور كده على الورق اهو خليك معايا ركز معايا بصمر على الورق اهو مش بصمر على الورق تحت الالواح دي معمول الهيكل بتاعي اللي هو معمول تعشي تعشي ايه نص على نص تعشي ايه نص على نص اللي هي في اماكن معينة وتعشي شرح ولساة وتعشي في اماكن تانية هيتعمل ايه هيتعمل خدش نص على نص بس فيه الحرف تمام كل حاجة لازم انفزها طبعا زميلكم هم تشغلين والتانيين بيساعدوهم او مسكين معاهم كمان على الاساس ان هم القطعة الخشب مش معتمد بس على خدام البنك لا ده كمان زميله ومسيكله كمان وبتعلم منه هو بيعمل ايه ممكن واحد يعلم واحد اه ممكن معاهم تعلم اتنين تلاتة من الفصل واستجابه ممكن الاتنين تلاتة يبقى معاك يبقى انت اربعة تقدر تزود مهارة زميلك العلمية والحرفية خلاص تكسية الحوائط قلنا بنعمل حاجة هيكل او تحليقة لو بصنا كده على الورق نبص كده مع بعض على الورق هنعمل التحليقة هوت بص معاك كده يا فندم التحليقة هعملها اللي هي ايه هتبقى تحت الوزراء اللي احنا قلنا ارتفاعها مثلا متر وعشرين بعمل بعروض وتخنات مختلفة قوائم رأسية وعوارد وفقية وممكن احتاج رؤوس وسطة كمان لها في العوارد على اساس ان هي تديني هيكل مناسب للتنفيذ تبقى تديني هيكل فيه التنفيذ بقى انا بجمع التعشيق التحليقة بتاعتها هيت وبجمع التحليقة بتاعتها دي ويه بحط اهوة بعمل ايه عوارد كل مسافات ما تزيدش من خمسين لاربعين سنتي اهو او من اربعين لخمسين سنتي اهو بعمل اهو عوارد كل دي التحليقة دي بصنعها بفين بر بعلم الاوايم ادقايم ودقايم دي اللهم الخارجيين ودي الاوايم الرأسية الوساطة حسب الطول بتاع الحيطة عندي اهو بعمل اهو وكمان ابكتفيش بكده ان هي ممكن تكوني اتنين بس في حالة المسافة لو زادت ممكن اعمل كمان واحدة ايه بالعرض اهو طبعا بيتمسكوا مع بعض بالتعشيق سواء تعشيق النقر واللسان او تعشيق الخدش والخدش ده طبعا زي ما اتفقنا انه هو انواع عايز تعمله هنا مثلا ممكن تعمل تعشيق خدش هنا نص على نص في الحرف عايز تعمل هنا تعشيق خدش نص على نص في الوسط حرف زي اللي هي اللي خدناها حرف تي مثلا كل الحاجات دي اتمتاحة عايز تعمل تعشيق شرح هنا شرح نقر مشروح واللسان مشروح هنا وتسقطه فيها ما فيش مشكلة عايز تعمل هنا نقر واللسان لكل القوائم الرأسية برضو ما فيش مشكلة انت متاح لك كل حاجة بحيث ان انت مرهون بحتة الصلابة والمتان انا جهزت التقفيصة التقفيصة او التحليقة بتاعتي اهي التحليقة او التقفيصة اللي هسبت عليها اللي هسبت عليها الالواح بتاعت التجليد انا هدوق اللوح ده في ايه هعتبر ان ده لوح هسبتوا على الحطة على طول لا ده استهلنا كمان وانا بسبت التحليقة دي بوزنها بحيث انها ما تبقاش طلع البرا من هنا طلع البرا كده او تبقى طلع البرا من تحت او تبقى برزة من اليمين او تبقى برزة من الشمال لأ ده لازم اوزنها تكون هي والحيطة حتة واحدة لممكن الحيطة تكون معوجة من حتة معينة تطردلي التحليقة لا ده انا بوزنها كمان على دية وبزبط وبحط ايه حتة دفين صغيرة وازبط واسبت بقى ايه بالفشر بتاعي في اه اماكن بعيدة عن التعشيق طبعا اهو بخرم بالشنيور وحط اماكن الفشر بتاعتها هي سبتت العظم بتاعي وفيش مانع ان انا سبت دول برضو واحدة واحدة مثلا اهوات عكسي وليكن اهو بحس ان هي تكون متربطة تكون متربطة واسبتة في الحق ماشي طبعا ده باستخدام الشنيور سواء الشنيور الدقاء طبعا على اساس يخرم في الحق يبقى النقط دي مكان ايه اخرام مسامير الفشر هسبت التحليق اللي انا عملتها وصنعتها برا انا خدت الاوايم والروس وعلمتهم بالزاوية والقلم والرصاص وحددت مكان التعشيق ومكان الشرح والخادش باستخدام الشنكار كمان عشان التخنات والتفرغات والابعاد بتاعتها كمان جمعت وزبطت التعشيق مش محتاج بقى لعم الحالية ولا الكلام ده كله جوه لا سنة ده انا سبتت دي سبتت التحليقة طب التحليقة ديت مصنوعة من تخانة كام ولتكن تخانة اه اتنين صنط ونص او تخانة بوصة وربع طب بعد البوصة وربع من الحيطة يعني لو احنا اتفقنا ان هنا مثلا الحيطة هي مش ده الطوب هنا طوب اهو الطوب دي مش مش حتة الخشب عملت بروز عن الحيطة عملت بروز طب البروز او الفراغ ده مش ممكن يحوش اتربة طب مش ممكن يحوش حشرات طب مش ممكن يحوش لا قدر الله مثلا انتعبان ولا سحلية ولا بريصة ولا فار ولا حتة فضية يبقى انا لازم اقفل المكان ده عشان ما يبقاش بقرة 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 فساد او بقرة الحشرات ضرة او صراصير او خلافه طب انا اعمل ايه قال لي هتجيب بتاع المحارة انت سبت دي وزنتها تحليها بتاعتك سبتها وزنتها الحيطة بعد كده بتاع المحارة هيشوف شغل زي ما انت ركبت الحلق بتاع الباب ويجا بتاع المحارة يقطب وراك بمونة الاسمنت والرمل وقلنا ما تستعملش مونة الجبس عشان بتعمل رطوبة وهتسبب في الصدى او هتسبب رطوبة في الخشب برضو وهتعمل على التمدد للاخشاب لانه قلنا الخشب بيتمدد بايه بفكركم بالمعلومة قلنا جميع المواد بتتمدد بالحرارة وتنكمش بالبرودة الا الخشب بيتمدد بايه العكس تمدد بالبرودة او الرطوبة وينكمش بالحرارة يبقى انا لازم اسد الفراغات دي كلها بحاجة اسمها ايه محارة محارة ايه من اللي هيعملها لي الراجل اللي بمحر مبيض المحارة بتاع التشطبات هيجي محر لي الجزء الفاضي اللي جوه داي داريه للطوب كله من جوه ويسيب ليه سطح الخشب كله باين او انا بعد ما يخلص ويشطب انضف اسطح الروء الاوائم والروس بتاعتي بحيس ان الخشب يكون ايه باين ليه عشان ما يبقاش عليها مونة نشفة واجه دوق مصمار يتقطم مني او يبوز او ما يدخلش في مكانه تمام تمام يبقى انا ثبتت التحليق اللي هي متكونة من اوائم وروس وبعد كده عملت مونة تخشين مشان اللي عملتها بتاع المحارة انت نجار لك شغلك ولك حدودك ممكن ان انت بشوية مونة تحبش على الكنات اه انما ده شغل بقى بتاع واحد بتاع ايه محارة عشان يزبط ما نبوزش وعشان المونة تمسك طب لما المونة تمسك بقى هتمسك في ايه هتمسك في الطوب وكمان هتمسك في ايه هتمسك في الخشب يبقى بقى 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 التحليقة مع الحيطة مع المحارة حتة واحدة طب بعد كده هنعمل ايه قالك بعد كده هتسبت بقى الواح الصناعية سواء تجليد قبل كاش او سواء هتعمله تجليد خشب بقطع زي مثلا عرض اوام البر مثلا وتسبتها جنب بعضها باشكال مختلف قال لي ده استنى يا عمد انت قلت في الاول ان ممكن هتبقى رأسية وافقي يعني فيه قوائم رأسية هيت وفيه عورد افقي ده بقول لي كمان انت ممكن تعمل لي ايه قطع ميل اه ام تعمل القطع الميلة تعشيق الميلة برضو ممكن اعمل قطع ميلة هنا او بتعشيق او هتقربها هنا عشان انت دي هتعملها برضو تعشيق وين هتعمل تعشيق سواء نقر او سواء خادش تمام عايز تعمله نص على نص ما فيش مشكلة ما قلت لكش حاجة بس عشان تبقى دي مع دي مع دي مع دي مع دي هيكل متماسك ومترابط ما يسيبش بعضه مدى الحياة تمام تمام طب انا بعمل الميول ده او الحاجات الميلة ليه العورد الميلة دي ليه في حالة لو انا هغير في التصميم يعني التصميم ده احنا عملناه طولي اهو لو جينا نبص كده مثلا عملنا التصميم ده ايه طولي اهو لا ده انا ممكن اعمل التصميم ده كمان اهو ممكن اعمله كده اهو اخد زاوية 45 اخد زاوية خط كده زاوية 45 اهو عالزاوية 45 واخد منها زاوية 45 واعمله شكل الموجة او شكل البقجة او شكل ايه يبقى ابدأ اعمل بقى ايه انا هعمل هنا اهو هنا طولي هنا طولي هنا طولي هنا طولي اهو وانا ماشي هنا طولي مسلا يعني بعد كده هم ايه داخل بقى في المرحلة التانية اللي هي ايه العرض او امواخد بقى بالعرض ما اخدوش كله طولي يعمل لشكل ايه البقجة او الحشوة الجميلة اللي تعمل اشكال متعددة كل التصميمات اللي في دماغك اعملها بس لازم تراعي الاصول الفنية اللي اتفقنا كلنا عليها ان هي المتانة والقوة مش بس الجمال والشكل الجمالي لازم تراعي الاصول والمعايير اللي انت هتخليك جدير طبعا في مهنة نجارة الامارة اهو وهكذا اهو هابدأ اعمل دي كده بالطول اهو زي زي ما زي ما معايا بس عشان ان انا مش مش جاهز مسلا بالادوات اهو مسلا يعني تديلي شكل جميل اهو اوصل دي معا دي اهو اوصل دي وهكذا تديني شكل لكنك داخل حاجة شوف ممكن الشكل يكون بين معاك اشكال متعددة عايز تقسمها اربعة اربعة وتعمل كل واحدة لوحدها هنا وتقسم بس هتستغل بقى ايه تعمل حاجة اسمها سندوق اطعية صندوق اطعية فيه زاوية خمسة واربعين يمين وزاوية خمسة واربعين شمال على اساس ان انت تمسك السحقة وتبدأ بقى كده صاحب المزاج يشتغل وصاحب الفن والزوء العالي هيشتغل بالسحقة والعدد اليادوي فيه اشكال تانية كتير ممكن تستخدمها اه فيه اشكال تانية كتير ممكن تستخدمها ممكن تقسم المساحات زي ما انت عايز وممكن تشتغل بالزوء والفن والرقة والاسلوب العالي والجمال وكل حاجة انت تختارها بس سوعة تنسى المتانة والقوة في التعاشيق لان انت بتسلم شغلك على البيض ما بتسلمش شغلك مدهون بتسلم شغلك متين ما بتسلموش سايب مفكك بتسلم شغلك مزبوط وموزون على مزان المية ليكون طارد لبرة ولا يكون ده انت لو ركبت باب بعد كده ان شاء الله طبعا انت عملت الابواب لما تجي تدرس بقى موضوع التركيب مش تجي تقفل الباب يقوم فتح منك تاني او تكون فتح الباب يقوم قفل لوحده كل حاجات دي معايير اداء حتى في الوزن بالنسبة للمزان المية والسخدامك ليه عشان وانت بتثبت الحلو وبتثبت برضو نفس الحكاية هنا وانت بتثبت التحليقة اللي انت عملتها التقفيصة ده هي اللي انت هتثبت عليها سواء الالواح الصناعية ان كان قبلكاش او خلافه او تثبت عليه الواح خشب اللي هو بالعروض والتخنات والمحلي بحلية معينة بحيث ان تديلك شكله ورونك وجماله وحاجة رائعة الجمال ورائعة القوة يبقى انت لازم ترى كل المعايير دي سعيد بوجودي معاكم واتمنى وجودي دايما معاكم ان شاء الله في حلقات اخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته